اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلاميذات في هذا المقطع اليوم إن شاء الله لطلبوه مني مجموعة من التلاميذ لهو إعطاء جميع التعريف الممكنة وللمحتمل اللي تحط في الفرد بالنسبة للدرس الأول اللي هو الخرجة البيئية اللي بغيت نقول لكم هو ودي راه هالتعريف وما كيتحطوش عليها النقاط بزاف راه التعريف كيتحط لها ماكسيموم واحد نقطة نقطة ونصف الجوج وغالبا واحد تسعود وتسعين في المئة وحدة من هالتعريف لغاناتك دابه هي اللي غا تقدر تحط لك كإلى تحط لك سؤال تعريف هتحط لك وحدة من هادو منسبة للدرس الأول اللي مرة مجموعة من النقاط كما كنت أكت لكم راه كنتحط على الأسئلة ديال الفهم كنتحط لهم 15 نقطة اللي راه ختمت واحد مجموعة ديال الفروض مجموعة ديال تمارين متنوعة في جميع المقاطع ديال الدرس إذن فلنبدأ على بركة الله وأول مصطلح نقدرون نلقاه هو اللي كتعني علم البيئة واللي هو العنوان ديال الوحدة الأولى يعني قاعد دروس اللي غنقراو في الدورة الأولى عندهم علاقة بعلم البيئة إذن وكتعريف باسيت الإكولوجي هي العلم الذي يتم بدراسة الكائنات الحية في الواسطة ديال العيش ديالها إذن العلم بيئة يتم بدراسة الكائنات الحية والواسطة ديال العيش ديالها أكتب إليكو مفتعريف سيئنس كيهة تتوديه الواسطة الكائنات الحية وعلميه تم بدراسة الكائنات الحية وعلى identical كاءنات الحية والانسطة ديالهم وعلى الواسطة ديالهم وكتعليك تتداريкивأ الى العلم قادرية وكتعليك تتتم تحويلات ولا علاقة تتكينة الكائنات الحية مع بعضها ولا علاقة ديال كائنات الحية مع الواسطة ديال العيش ديالها وكتعليك أصي كثيرا والنتائج من هذه التفاعلات والعلاقات لا بين الكائنات الحياة مع بعضها ولا مع الوسط العيش ثاني مصطلة عدنا هو السورتي ايكولوجيك وتقدروا تلقاوه اكسكورسيون ايكولوجيك يعني الخرجة البيئية اذا الخرجة البيئية هي بطبيعة الحال بسيطة كتمكننا من ايش ملاحدة ودراسة ايش ملاحدة ودراسة الاوسطات الطبيعية مباشرة على ارض الواقع ذلك الشيء كنديرو الخرجة البيئية وعليش احنا كنديرو هاد الدراسة مباشرة احنا كنخرجو التيران كنخرجو الوسط الطبيعي مباشرة كنفهمو باش نستكشفو بور ديكوفرير لكمبوزان دي دي سو ميليو باش نفهمو باش نستكشفو عفوان المكونات دي الوسط الطبيعي ونفهمو العلاقة اللي كينا بالكائنات الحية مع بعضها والعلاقة اللي كينا بالكائنات الحية مع الوسط دي العيش ديالها من بعدنا لا تكنيك دو كدرياج تقنيات التربيع اذا الهدف من هاد تقنية التربيع هو جرد وإحصاء الأنواع النباتية الموجودة في واحد الوسط طبيعي و باش نديرو هاد تقنيه كنا بدون جرد دي الأنواع نباتية الموجودة في واحد مساحة دي 1 متر مرابا ثم نضوبل المساحة إتول إذا انطلاقا من الاسم ديالها المساحة الدنيا هي أصغر مساحة كاللقى فيها جميع الأنواع النباتية التي نقدر لقاها في الوسط الطبيعي كامل أصغر مساحة كاللقى فيها جميع أنواع النباتات الموجودة في الوسط الطبيعي والتي نحددها طبيعة الحال باستعمال تقنية التربية من بعدنا اللاغبية اللي هي المعشابة إذا كما تعرفوها هذه المعشابة هي مجموعة ديال النباتات مجفافة اللي كنحفظ عنهم بين الأوراق وكل اللي بتدرناها وكل جزء من النباتات اللي درناها في هذه المعشابة ديالنا كنكتبو إليه الاسم العلمي يعني الاسم اللاتيني والاسم المتداول باللغة المحلية وبعض المعلومات خورا ماتال تاريخ اللي يقتفتها فيها إلى أخيرهم فوم من بعدنا لابندانس ولا الوافرة الابندانس إكسپرم لنمه ديندوذي دينسبس personas presentes dans un unit de surface يعني العادة ديالافراد ديالنفس النوع النباتي الموجود عندي في وحد المساحة ثم لدينا المساحة السيادة المساحة التي يغطيها لأفراد نباتي المساحة التي يغطيها لأوراق نباتي ونحسب المساحة التي يغطيها لأوراق نباتي المساحة التي يغطيها لأوراق نباتي ثم لدينا محق الناس ثم هناك خصوما وهذه الدنسيتي هي خاصة بالأنواع الحيوانية تقدروا تقوم بتفينير الدنسيتي دي نسبس أنيمال يعني يعرف الكثافة دي الوحيد نوع حيواني وهذه الكثافة كان رمز لها بالدي ماجسكول دي كبيرة وطبيعة الحال المقلقة من التعريف ديها هي العدد دي الأفراد دي الوحيد نوع مقسم على المساحة من بعد كان نلقاوا الدنسيتي غلاتيف اللي هي الكثافة النسبية وكان رمز لها بالدي منسكول دي صغيرة وهذه المرة هي عدد الأفراد دي لنفس النوع الحيواني مقسمة على مجموع عدد الأفراد دي الأنواع الحيوانية اللي موجودة عندك في هذه المنطقة اللي درتي فيها الدراسة من بعد عندنا اللي هي النظام البيئي إذن النظام البيئي ببساطة كي تكون لنا من جوج دي العناصر أساسية كل ما هو حي وكل ما هو غير حي كل ما هو حي كالرمزوليه بالبيو سينوز وكل ما هو غير حي كالرمزوليه بالبيوتوب من بعد تقدروا تلقاوا الدفنيسيون دي البيو سينوز اللي اللي شفنا هذا بلقنا كتمثلينا كل ما هو حي في النظام البيئي إذن ببساطة هنقولوا لابيو سينوز هي الانسامل دي زي تخي فيضان كي بيو النكو سيستيم دوني يعني هي مجموعة دي الكائنات الحية اللي كتسكلية في واحد النظام بيئي وكتكوننا بطبيعة الحال من النباتات الحيوانات الفطريات البكتيريا إلى آخره كما قلت كل ما هو حي أي حاجة حية كتنفس كتوالد كتغدى كنتابرها راه كائن حي من بعد تقدر تلقى التعريف دي البيوتوب اللي تهو واشفنا بالمكونات دي النظام البيئي وقلنا كيمثلنا كل ما هو غير حي وكيمثلنا المسكن دي الكائنات الحية البلاسة فين كيعيش لنا الكائنات الحية إذن كتعريف بسيط هو واحد لاغ جيوغرافيك وواحد المساحة جغرافية اللي كتوفر فيها واحد المجموعة دي الظروف اللي غير عيشولي فيها الكائنات الحية دروف طبيعة حال وجود دي العوامل المناخية الكيمية دي الضوء اللي كتوصل لهاديك المنطقة للصخور الماء الهواء إلى آخر هذي كلها كتدخل في المكونات دي البيوتوب وتقدر تلقاه عرف لاثون لاثون طبيعة الحال هي الحيوانات إذن لاثون هي مجموعة دي الكائنات الحيوانية اللي كتعيش لي في واحد مساحة جغرافية محددة وتقدر تلقى لاثون اللي تهي نفس شي هي المجموعة هذ المرة دي الانواع النباتية اللي كتواجد لي في واحد المنطقة معينة فون مجموعة دي الحيوانات فلور مجموعة دي النباتات بسيطة إذن كنتمنى نكون أنا أنا انا انا أعطيت الأغلبية دي التعاريف اللي قدروا يتحطون لكم في هذا الدرس الأول اللي هو على صوت وإيكولوجيك وكما قلت لكم ما تركزوش على تعريف تعريف تكون سهلية تكشي دي الفهمات تكون سهلية كيف تحسب الفريقانس مؤشر تردد لانديست فريقانس ترسم الميبيان بالأعميد ومونا التردد تعرف تحلل تستنتج الوصف متجانس الى غير متجانس الى آخر تعرف تحسب الانديست 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 دي الانواع الحيوانية تعرف كذلك ترسم منحانا الخاص بالتقنية التربيع وجبد المساحة الدنيا وهذا ما كانت تقريبا بالنسبة للأسئلة دي الفهم إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع نرجو الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وزك التسليم